السلام عليكم اهلا وسهلا بكم نهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض طبق ماكرونة بالفراخ حكاية جميل جدا وسريع يعني ينفع تعملي لو مزنوء او ما عندكش وقت مكونات بسيطة يلا نبدأ مع بعض معايا كده على النار قطعتين ثلاثة من الزبدة يعني حوالي معلقتين من الزبدة معايا هم معلقة من الزيت تقدر تستبدل الزبدة بمعلقة من السمنة لو حبيتي هنسيبها لحد ما تسخن وتسيح معايا خالص قبل ما انزل عليها باي مكونات الموضوع كله بتعمل في حلة واحدة بياخدش اي وقت يعني ربع ساعة وتكون الاكلة غهزة معاكب جميلة هنزل بقى قطع فراخ صغيرة كده ده حوالي كده تقدر تقولي ربع كيلو انتقطع قطع صغيرة الكمية اللي تحبيها يعني عايزة تزويدي تقليلي زي ما تحبي هنديها تشويحة الاول كده في الزيت سريعة لحد ما يبدأ لون هيتغير وبعد كده هنزل بقطع من الفلفل الوان اصفر اخضر اي الوان عندك موجودة برضو هنديها تشويحة سريعة في الزيت عندي كده حوالي بصلتين صغيرين مقطعهم برضو شرايا او تستبدليها بصلايا كبيرة لو او لو مش حبك كتري البصل بيدي طعم عالي قوي في الاكلة دي وبيديف للقيمة الغذائية يعني تقدر تكتري لو عايزة انا بحب البصل جدا في الاكل فحطيت بصلتين متوسطة الحجم هشوحه برضو هنزل بعد كده بجزرايا مبشورة تقريبا كله نفس الحجم ونفس الشكل عشان يبقى في النهاية طبق شكله جميل هقلب كل الخضار ده كده مع بعض لحد ما تشوح ويتبل في نفس الوقت برضو كتع الفرق بتستوي هنزل بقى عليه بمعلقة من الملح هتقبل بعد كده هحط معلقة من البابريكا هنزل بعد كده برضو بمعلقة من التوم البودرة اي توابل تقدر تستخدميها بس التوابل دي هتديك في النهاية طعم جميل حطيت معلقة من البهرات السبعة معلقة كمان من الفلفل الاسود هقلب كل التوابل دي مع الخلطة دي واسيبها تشرب كده من الطعم الجميل ده والفرق تاخد من طعم الخضار والخضار برضو يتبل معي اكتر لحد ما استوي حوالي خمس دقايق او سبع دقايق وتصبح الاكلة جميلة وجهزها معي هنا بقى مكارونا مسلوقة حوالي كيس من المكارونا كمية اللي تحبيها بس ما قطريش عشان نسبة تبقى الخضار للمكارونا يبقى نسبتها معقولة هقلب بقى كل المكارونا كده مع الفراخ مع الخضار تقريبا سريعا كده لحد ما يشربوا من بعض الطعم يتوزع على الفراخ وعلى المكارونا سبعها حوالي خمس دقايق بس لما الطعم يتجنس مع بعض يديكي الطعم النهائي للأكلة خمس دقايق بس كده لحد ما اوصل للشكل النهائي الجميل اللي انتو شايفينه ده وبالهنة والشفة هسكت جرى بيها وقللي عملت معك ايه واشوفت ان شاء الله في فيديو جديد